ملف لاجئين السوريين يتصدر المشهد اللبناني مع ازدياد حدة التصريحات التي تطالب بعودتهم إلى بلادهم بغض النظر عن التهديدات والمخاطر التي قد تلحق بهم آخر تلك التصريحات جاءت على لسان بطريارك الكنيسة المارونية بشار الراعي الذي حذر السوريين في لبنان من أن عدم عودتهم إلى سوريا سيفرض عليهم حربا ثانية وكغيره من المسؤولين اللبنانيين حمل البطريارك السوريين أزمات لبنان الاقتصادية معتبرا أن وجودهم يعاطل الاقتصاد والحياة اللبنانية على حد وصفه عضو الهيئة السياسية في الاتلاف الوطني السوري ومنسق مكتب اللاجئين سليم إدريس أدان تصريحات البطريارك مؤكدا أنه لو توفرت الظروف الآمنة بعيدا عن سلطة النظام وأجهزته القمعية لما تردد السوريون بالعودة إلى ديارهم مضيفا أن العمل على إعادة اللاجئين السوريين من لبنان بالإكراه يعني دفعهم باتجاه السجون والمعتقلات وفي هذا السياق شدد الاتحاد الأوروبي على أن ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين إلى ديارهم لم تتوفر بعد لافتا إلى أنه سيدعم العودة التي ستيسرها الأمم المتحدة في الوقت المناسب عند توفر الظروف رغم كل ذلك يبدو أن الحكومة اللبنانية ذاهبة باتجاه تنفيذ خطتها بإعادة 15 ألف سوري شهريا والتي أعلن عنها سابقا وزير المهجرين عصام شرف الدين وهو ذاته الذي سلم مديرية الأمن العام اللبنانية لائحة اسمية بأفراد 374 عائلة سورية قال إنها أبدأت رغبتها بالعودة الطوعية إلى بلادها على حد قوله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر